اخباركو يا شباب معكم محمد جمال من كهات العمنيد وحلقة دي نرضى في لعبة مومبازو في البداية لو انت جديد ما قسش لايك والاشتراك في القناة ونسوه صلاة على الحبيب وحسو سلام صلاة على الحبيب جلبك طيب الحلقة اللي فاتت كمنا بتصبيت هزي السيارة زي ما انتم شايفين يعني عملنا فيها شوية حاجات بسيطة جدا زي الشكمية ان نضفنا الحديد بتاعها وقفلنا الغطيان بتاعتها الكرس ده كنت شايله بس ركبته كنت بعمل حاجة كده معينة يعني عشان كان بفكرني بحاجة وهي اللي قبل ما انساها لو جيت تفتح الدرج ده كده من هنا هتلاحظ ان في هنا كمبيوتر الكمبيوتر ده لازم نغيره ده شيء اساسي لازم يتغير ان شاء الله لما نيجي نحول عربية لسبورتي بس انا مش هحاول عربية لسبورتي دلوقتي لان انا هجيب لها المتور بتاعها العادي وهنبدأ نمشي بها لماشي الطبيعي بتاعها نشوف دنيتها والكلام ده كله لان لسه وراءنا مشاوير كتير عايزين نخلصها زي مسلا عايزين نبدأ نشتغل في حاجات تانية بحيس نقد نفتح المستودع اللي تحت البيت واعزين برضو نعمل شوية مشاوير بعيدة هنحتاج فيها العربية دي فمش محتاج ان انا احط لها سرعة زيادة عنها طيب زي ما انتو شايفين النهاردة عايزين نبدأ نركب المساعدين سألتوكو الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها حاجة زي كده قولتلكو يا شباب ايه احسن مساعدين ركبهم العربية كلكم شكرتوا في المساعدين السوداء المساعدين اللي انت جايبهم السود كويسين جدا وما فهمش اي مشاكل فدول ان شاء الله اللي هيركبوا طب على البرة شوية بفكر ان انا اجيب اما اصغر من ده شوية لان ده هيخلي العربية كوشيتها تطال على البرة او فهيب شكلها بايخ بس لو تيجوا تشوفوا ما ينفعش الركب ده هنا على طول لازم في قطع بتركب هنا وبعد كده بتركب دي فوقها يعني بعد الاستوانة والفرامل والكلام ده كله بتركبها فوقها شايك عاية شوف هل معي الفراملات كلها والاستوانات ولا الكلام ده كله علشان اشتريهم لان لو تفكروا اخر مرة كنا مركبينهم في العربية دي فشكلنا كده هنشتريهم من جديد ع العزية الاستوانات والفراملات والدنيا دي كلها سألتكوا قلتلكوا ايه للسبب اللي بخال عربية الزحلة قلتولي ان انت مزود كوشيتها على الاخر هننزل كوشيتها وهي هتمشي عادي ايه ده فيه ايه مال هالعبية دي انا عايف ما كنتش عايز تمشي ليه خليني ادخل هنا بسم الله الرحمن الرحيم عند الجهاز كده معرفش هي كده هالطول ولا بس مش هوم خلينا كده حاول بسم الله الرحمن الرحيم انا جربت اللعبة بصراحة بالدريكسيون ممتعة يا جماعة ممتعة 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 بس انت ناقصك الفتيز بس بس يا الامانة رهيبة جدا طب انت هتبدأ تسوق بالدريكسيون شوية كده يبنسوق ان شاء الله بس خليني بس ادخل هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكن عليك يا ر ايوه هنا ياء بس شد الفرامج اللي يا بنا كنت نش pelแرتين زيما هيا بسم الله زيما انتم شايفين هي لربعين انا خلاة بزبط على خمسة وعشرين الثلاثين كويسة 30د في الثلاثين كويسة اوالله يا ا caballo اشنا بدنزل ازاي انا اصلا كنت نوع خلاة بالزبط على خمسة وعشرين حاجة زي كده الاطار المناسب لها او الضغط المناسب لها زيما انتم قلتوا لي زيما انتم شايفين شاهرةه كده لازقط في الارض فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تزحلقش بينا ان شاء الله. يلا بسم الله اتوكنا عليك يا رب. بسم الله. بسم الله بسم الله يا رحمة رب. شغل يا ابني الدفع الكامل يا ابني. احيانا الحاجات دي بيرخموها معايا. ما عرفش ليه. المفروض كده تمشي عادي ما تزحلقش. صح? اه. الزحلقة بتاعتها خفت قوي. والمعقولة? والله كلامكم مزبوط مية في المية. اخ لا 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 لا. كله اللي احنا نتقلب لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. كان في حد فيكوا بعتلي صورة للعربية دي على الديسكورد. يعني بورهالي وكده. صراحة العربية شكلها تحفة. انتو تعرفوا كمان المفاجأة ان انا اضربش هنا في المية عادي. انتو شفتوها الحلقة اللي فاتت تقريبا بصوا عادي جدا. يعني انا ايه اللي خليه مسلا اطلع الكبري واحدة خرم والكلام الفاضي. ده يا عام على طول خرم كده من المية على طول ما فيش اي مشاكل. وال الكبري ده انزامه. يا نهرب دي عن اللفة دي كلها وفي الاخر اه ما عندنش الكبري. عادي. ايزي عزيزي. والعربية كان كويتشتها مفوغة كانت احسن بكتير. لا نشوف عند صاحبنا بالعربية السودة ده. السلام عليكم. اخ يا انا على الخرم. جماعنا بوالله العربية دي من كتر ما هي خفيفة اه رهيبة. بس شكرا. السلام عليكم راح اطلاه بركاته. زكعة من اخبارك ايه يا رب تكون بخير. عزيزي نشتري منك شوية حاجات زي طاقم الفرامل والدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. انا كنت شايفة عنده هنا اه اي وقادي طاقم الفرامل ده اللي انا عايزه. ناخد الاربعة والاربع طرات. ده هيبقى ناقصنا القطعة دي. دي القطعة انا بقولكو عليها اللي بتخلي الكويتش يطلع برسنة بسنة. هجيب انا القطع دي لان حاسسها او شايفها ان هي المتوسطة فهتبقى احسن بكتير. مش كده الشنطة عندت ملت فخلاها نرمي بقيت القطع هنا. كده محتاجين القطع الخاصة بالكويتش نفسه. معرفش اللي هي هنا ولا? وخليني يجيب لي برضو قطعة خاصة بالفتيس عايز قطعة كده تكون شكلها حلو وفي الناس الوقت ما تكونش اوفر شوية. انا شايف بصراحة البوني شكله لذيز. يعني ما تحط كده في العربية خاصة بي ام هي اصلا بي ام او حاجة زي كده. فبتبقى ممتازة جدا. انا هننسى دول. انا انا بجيب كربون علشان الكربون اخاف بكتير من العادي. هيخلي العربية ماشية كده اه خفيفة جدا. هنا شكلين للعربية. طراحة الشكل اللي فوق ده انا حاسه سبور وحاسه احسن. سيما انتو شايفين كاستوم كده معدل وشكله بلناس. معين انا بحب عربيتي يعني البوز بتاح التحت. كون زي كده يعني ببروش كده وحاجة اخر فخومة. تاني حاجة انا سؤال هو انت فين اللي عندك هنا? فين الغطا بتاع العربية? ايه ده معندوش غطا الماتور يا شباب? اه اهو ده انا اتخضيت انا استغربت والله عدود ايه ده ازاي? محل زي كده مفيوش الكلام ده كله? بس راجل ده بقى عندو عيب بقى. ايه هو بقى العيب? عارفين المفروض ده انا احط القطع الصغيرة معايا في كبينة واخد القطع دي احطها معايا في الشنطة. عشان ما توعش واحنا ماشيين. ان شاء الله. ان شاء الله ما توعش. ايوه بعد ازنا اخليك كده. يا رب الاقي القطعة اللي في دماغي يا رب. المسامير انا اشتريت ورا الكواليس لما اكتفيت. جبتها كلها مسامير سوداء. كتوبة كويسة جدا واحسب من ديب كتير. الماتور طبعا لازم ناخده. طبعا الماتور جديد. وطبعا ده الماتور ده الاسبورت ده. ان شاء الله هنشتريه بعدين لوحده. بس انا محتاج اللي في بالي. يا رب الاقيها. طبعا دي كلها حاجات تبع تيربو مش هنشتريها دلوقتي. ايوه هنشتري الحاجات دي كلها تبع الماكينة. يا نهار ربط كنت هنساها ازاي دي. مع ان انا اصلا مش هركب الماكينة للحلقة دي. انا اصلا انا او هسيب لها الفيتس الاوتوماتيك بتاعها مش هغير الفيتس بتاعها. علشان انا بصراح انا كزا مش شوية بالاوتوماتيك. واو شافي اللي ستيلات دي يا جماعة ده في الوان تانية هنا. يا اللون الابياد ده انا هيب رهيب احسن من الاحمر فابياد ده. بس عادي كده انا بحب اللون الاحمر فمش فرقة قوي. الله يا شباب شكل الرجل ده ما عنده الحاجة انا بسأل عليها. ليه بس كده يا زلمة. خلاص خليني اخد من عنده الاضاضي. لا 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 خلاص سمع عليكم. انت ما عندكش الحاجة اللي انا عايزها. اقفل على الباب يعمل عشان عربته مكيفة. خليها اطلع على صاحبنا degli اثاني هو اكيد الي عنده الحاجات الباية. شوفين الكرسي ولا بيعمل ازاي. اربونا يسطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي. اخبارك كده اي mensen كله تمام انا كنت عايز ايوة هي ده القطع يا شباب. ايوة. هو ده اللي انا عايزي يا واهل حاجة انا بيجي حمسك انا اقول لك اوه ادي اشعر اباؤة زجب. ده 데 كان عندي يا جماعة الماتور التاني يلا هو على الكسفة ما كنت تشتري منه وخلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جه 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 الراعي الرسمي للطلبات والله يا جماعة احلى حاجة بتفرح ما انت تكون مسلا طالب مسلا واحد تكون طالب منه طلب ويجيبه لك ويجي يا بتحس ان انت فرحان فرحة يمكن اكتر من راح ينام نبدأ نكبل الحاجات اللي في الشنطة الله اكبر كله توزع في كل مكان ازاي بس كويس احنا كده جبنا الدنيا كلها اللي احنا عايزينها عادة عندك الفتيس سيبه عشان نحطه الماتور مع بعض كده كله تمام زي الفل ايه هنبدأ اول حاجة في ان احنا نركب القطع اللي احنا جبناها من عند الميكانيكي وهي القطع دي على طول كده في السريع لازم اركبهم كلهم كده اطمن عليهم هما كل بس هاتلي برضو الماتور ده خلان خارجا نبخوه ايوة الوتوماتيك جيربوكس مع الماتور ينفع ان تركب مع بعض انه ما غير نركبك في العربية لا ازاي ما ينفعش لازم كل واحد يركب في العربية ويثبت وده الطبيعي حاجات الاجزوست كلها ايه طبعا انها لا تعنيني في شيء ولكن حسن الاتنين دول مش عارف والله شباب ايه ده الاتنين دول سيبقى شبه بعض ليه ينهارا بدي انا شاري واحد مودفايت واحد معدل واحد جديد يعني واحد معدل واحد عادي ينهار ابيض وقادي بتاعت الانوار وقادي بتاعت الفتيس وقادي الولاعة ده احنا نعتبر كده ركبنا الاربعة ده بقى نركب المساعدين بسم الله رحمه رحيم نبدأ بقى نربطهم بسرعة سنة الولاي محتاج المسامير السودا ايوة انا جاب اصلا شرط كتير من المسامير السودا بسم الله رحمه رحيم نبدأ نركب الاستوانات قد الاستوانة وقادي الفرامل وبرضو محتاجين فوقها القطع دي ايوة دي اللي بتطلع الكويتش البره يام حاجة بس قبلها خليني ابدأ اقفل دنيا الاول يا اخي لليه المسدس ده ما يبقاش قاعد جنبي بدلا ما كولو شوية راح اجيبه نركب دي بقى يا سلام شايفيني شكل عامل ازاي اعتقد هي كده بس ما بتربطش على اي حاجة كده بس نقصنا الكويتش نربطها عليها وخلاص المهم خلا نروح للاماكن اللي ورا كده زي الفل تركب بقى كويتشاتك ادري كلها توبة تماما طبعا نستطيع نشتري الطرق الكويتشات عادي ما فيش اي مشاكل سيب الداخلية دي مع الماتور الان ابدأ نقفل البيبان اللي ورا ونقفل الكبوت بمعنى صح والدنيا دي ايوه ممكن تجي برضو تحطيلي ده قدام لا لا البي ام بقى اتفاخمة بس والله كان نفسي برضو قدر غير الكشفات ازبطها واعملها والكلام ده كله ما علينا خلا نبدأ نقفل الشنطة من ورا بالمرة بسم الله الرحمن الرحيم من قدام برضو بسم الله الرحمن الرحيم اهم حاجة لقدام ده مرة نزيتها جيتها افتح الغطة لقيت الغطة طور ده العربي بقت متقفلة ومية مئة خلا نوصل ليكانيكي الساعة كان دلوقتي اوه قفلوا خلا نام ونصحة تاني يوم نروح للميكانيكي نجيب من عنده الكويتشات ونبدأ نقفلها ونزبطها لان انا عايز بالزبط نفس الكويتشات اللي هتوبقى ركبها هنا لان انا لو هخلي العربية مسلا كلها اسود فهجيب الكويتشات مسلا يبقى فيها بتاع حمرك كلام ده كله فهيبقى شكلها لطيفة بسم الله الرحمن الرحيم يا مساهل حالي يا رب بسم الله كان عليك يا رب ايه ده? هو ايه اللي حصل دلوقتي انا مش فيه? سلام عليكم راح اطلاه بركاته زاكي حجيجة اخبارك ايه? كله تمام? انا كنت عايز اه والله يسا ده يا شباب يعني بدأت افكر كده في الموضوع لما جيت هنا بس انا قلت ليه اخد ده وما اخدش الطرى الحلوة دي هات يا عام الطرى دي بنت ناس ومحترم وهات ايوة الكويتشات لزبورة والله ياخي شكلها رائع ورهيب او الله يا صحيح انا ايه اللي خلاني ما اخده احسن وخلاص اخد يا ابني كويتشاتها كلها هي ايوة فك بعد ازنك حط ده وحط ده وهات ده خليها برضو ننفخها انا هزبطها بالزلطة على خمسة وعشرين مش هزودها عن كده عشان يبقى الضغط فيها كويس وبنينات عبيبوا بالمرة عشان برضو ايه نقفل الدنيا كلها بسرعة كده واحنا هجاهزين بسم الله الرحمن الرحيم والد الاخير خلت الضغط حوالي تمانية وعشرين يا شباب اللي هو تمانية وعشرين اعتقد كده هو كويس يعني مفوش اي مشاكل بس لون العجلات عجبني جدا لان انا هقدر لونها بكل سورة زي ما انا عايز في الشنطة في الشنطة في الشنطة شكرا ايس حاجة يسطى اقول لك بالمرة اا لو عندك لون ابيض هتولع علشان بس عندي رفرف كده اللي ورا لونه متغير فانعايز اديله لون ابيض علشان بس العبادتو ببا كلها لون ابيض حلينا اخد اتنين منهم بس كده مية مية وزي الفل حبيبي سماع عليكم اللي جاب طامل مسامير الحمرة دي هنا انا عارف يالله بسم الله توقين عليك يا ربي يا مساء الحال يا رب العبادة ما بتلحقش الغير ما بتلحقش فيها لازم تديلها ورا بعض هم كل شوفوا هنا بقى ما بتلفش اي ايوه عطيها بس ايه لفت فين بعدها بفترة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي مضايقنا انا الكشاف ده والله مضايقنا جدا اوه اللي جغل الراديو افسر يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله ايه جت بزرعة صح ما طويلتش صح نبدأ نركب قد الاول طب والله يا جماعة الشكل عليها اسطوري بالكويتشات دي شايفين الشكل عامل ازاي يا نهر ابيض يا جدعان بس انتو عارفين انا حاس كده ان الكويتش ده جاب بميل كده صحيح حاسيسة كده محوضة بره شوية او جوا سنة شكلها عايزة تتزبط هنزبطها ان شاء الله هنزبطها مع بعض اكيد يعني مش هنزبطها لوحدي هلا بالمرة بقى نبدأ نحط لها بقى مسامير بيضة بالمرة ايه رأيكم بس المسامير البيضة اتأثر بالسلب علينا لا لا خلص مش عايزين مسامير بيضة للمسامير السودا اهي بالمرة كلها لما تركب هتوبى لايه على اي حاجة احسن بكتير عارفين بفكر اد الكويتشات دي لون كروم اتوقع ان هو هيبقى احسن بكتير مش كده اصد بدا ما دلها لون ابيض فائع والكلام ده كله اللون الكروم هيبقى عليها كده ابن ناس ومحترم ومفيش منه اتنين خلال ليه ادهن البتاع دي اللي وراء ابيض عشان يبقى العربية بس كلها لون واحد لما اجا لوينها كلها توبى كلها لون واحد لان انتو عارفين طبعا السامكار ده ايما باجا شوفو بيدي معجون ابيض حاجة زي كده وبعدين يبقى يروح ملون فوق العربية ده اللي بيعملوا ولا انا غلطان طيب خلاني بس ابص بالمرة على الكويتشات اوديتها لون ابيض كده نشوفها توبى عاملها ازاي بس حلو بخاخ واحد رش العربية كلها بس شفتوا بخاخ واحد والله اننضف العربية كلها طيب تمام كده زي ما انتم شايفين شكل الاسطورة بتاع العربية وليه رأيكم فيه الكويتشات ايه رأيكم اديها كروم اه نسينا نلون الزاوية دي بس عادي انا معي اصلا لون تاني المشكلة متل لون تاني في الزبالة يعني ماشي راح فيها بس عادي مش مهم اه الباب ده برضو نسيتها لوونه تقريبه صح والكرازي برضه قادر لوونها انت بتخيل يعني بصول الكرزي قادر لوونه من هنا معرفش الداخلية نفسها قادر لوونها ولا بتبقى لونها اسود زي كده المهم زي ما انتم شايفين ده شكل عربية نهائي الشكل بقى خرافة جدا وابن ناس والسان قريب شور اباوت زاد العربية صراحة بقت خرافية جدا افتح كده الباب يا سلام على فتحة الباب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام انتوا بقى اقولولي هل ندي العربية لون اسود ولا لون ابيض بس انا شايف ان اللون اسود هيبها لها مناسب لانه هيبها ماشي مع الكربان فيبر ومع الجنوب لو انت شايف في لون تالت احلى تقدر ترهولي مثلا شفت انتوا اللون بتاع الشوكمان ده شايفين عامل ازاي برضه اللون ده رهيب جدا ممكن اجيبه عادل ما فيش اي مشاكل يعني انتوا اكتبوني كده تحت في التعليقات الحاجات اللي انتوا عايزيني ومش بكده ان كله صراحة الحلقة لعاكم اكتماسيش لايك وااشراك في القناة شوفكم على خير سلام